طيب وحنا بمشكلة الأساسية بتحكم الناس على الأمور أنه أحياناً حاجة بتحكم على الأمور بناء على المعلومات المتاحة بالنسبة لك وربما تكون المعلومات المتاحة دي هي أقل بكتير من كم المعلومات اللي انت محتاجه وربما ظهور معلومة مختلفة عن المعلومات المتاحة عند حضرتك تخليك تاخد قرار عكس اللي انت بتاخده بالزبط يعني دي حاجة مشهورة جداً في علم الإدارة اسمها الـ Survival Bias أو يسموها متلازمة الناجي متلازمة الناجي عبارة عن أن أنا عندي معلومات المعلومات دي قد تكون غير كافية باخد قرار على الأساس ربما لو انتظرت وقت ولميت معلومات أخرى أخد قرار عكسي تماماً لما بنيجي نقول للمسألة الناس اللي بتتعامل مع المعلومات إيه مواصفات المعلومة عشان المعلومة تبقى جيدة؟ المعلومة عشان تبقى معلومة جيدة لازم يتوفر فيها حاجات كتيرة جداً أول حاجة في المعلومة المعلومة تبقى كاملة يعني أحياناً حكت لأحد بيحكم مثلاً على وزير معين بيقول أنا شايف الوزير ده ما عملش المطلوب منه تقوله طيب أنت حطيت نفسك مكانه عرفت الظروف اللي هي بتواجه الوزارة دي عرفت الموارد المالية المطلوبة دي ولا مش عارف لا هو مش عارف هو بشكل أو بآخر هو بصل المعلومة من صورة معينة فلازم الناس أن هي تتنبه لهذه الجزئية ولا تحكم على الأمور إلا إذا كانت لديك المعلومات المكتملة أنا بشكرك جداً يا دكتور رقفة شكراً جزيلاً طبعاً على تشريفك لنا النهاردة دكتور رقفة